موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عندي رسالتان أحب الكلام عنهما والكلام سيكونوا موجها من جهل الصبايا الصغيرات أو الشابات التي تجاوزنا العشرين أو في هذه الأعمار ومن جهة أريد أن أخاطب الأهل الذين يخافون على أولادهم وبناتهم من الحرمان فيأتون لهم بهذه الأجهزة فتكون هذه النتيجة القصة الأولى عن فتاة أحبت شابا ووجدت فيه كل الصفات التي تتمناها وبقيت معه مدة في فترة خطبة وكانت الفترة رائعة ومليئة بالمشاعر الجميلة وبعد ذلك تزوجته على أساس بعلم أهلها ورضاهم على أساس أنه على خلق وعلى دين وهذا الرجل أنه متميز جدا فبعد ما تزوجته وسافر بها إلى بلد أخرى بعيدة عن بلد أهلها اكتشفت هذه الفتاة أنه متزوج وأنه عنده أربعة أطفال لكن ياريت المشكلة توقفت هنا هذا الرجل الذي على خلق وعلى دين وعلى ورائع وكان هذا سبب اختيارة له صار يضربها يستخف بها يقول لها أنه المرأة مكانة في البيت هي معها شهادة جامعية ولم تذكر إذا كان هو يحمل شهادة أو لا يحمل ولكن كان دائما يستهين بشهادته وبمركزها العلمي ويضربها زيادة ويقول لها أنه أنت تعبتي ودرستي ولكن لماذا فعلتي هذا ومكانك البيت لا يسمح لها بالخروج تخيلوا إذا اتصلت مع أهله بس اتصالها هم في بلد أخرى بعيدة مجرد تطمئن عليهم بالكلام إذا علم بهذا يمنعها ويضربها تقول أنه لها متزوجة ستة أشهر فقط فحتى اليوم ضربها كثيرا لكن عشرين ضربها كثير لكن في بعض بضع مرات كان الضرب مبرح وكان قاسيا لدرجة أنه تسبب بورم في وجهها يعني يضرب على الوجه أيضا فسألت فكرة رسلتني وأنا أنقل الرسالة هنا هي رسلتني على الفيسبوك مراسلة فيها أخذ وعطاء فلما سألت أنه لماذا ضربها قال مرة من المرات لأنها خرجت إلى الشرفة بالبيجاما مع أنه تقول أن تشبه البجامات الرجالية ساترة كمة طويل وعريضة وكانت تضع حجابا على رأسها ولكنه من شدة غيرته قام بضربها ضربا مبرحا تقول في مرة أخرى لأنه علم أنها كلمت أهلها ولم تقل له تقول كمان في مرة يعني أشياء من هذا القبيل فتسأل ماذا تفعل مع هذا الرجل الرسالة الأخرى جاءتني كمان من صبية تقول أنه عن طريق الفيسبوك تعرفت على شاب تراسلت عادي بالأول وضعت له تعليق على صفحته وضع لها تعليقا بعد ذلك بادر وبدأ يكلمها على الخاص وبدأ يبوح لها بأنه يحبها هلأ هي تقول تصف نفسها بأنه إنسان كتير رومانسي فمال قلبها لهذا الرجل وبدأت تشعر نحوه بالحب تقول أنه المراسلات ازدادت بينهما طبعا هي كما قلت في حلقات سابقة البنت رأسا تضع في تصورة أنه كل شاب قصده شريف ويريد الزواج منها فبدأت تنتظر هذا بعدين لم هو يقل لها شيئا ثم أرسل لها صورة فهي أستبشرت لما سألت عن الزواج قال لها أنه يحبها كثيرا ويريد الزواج منها لكن في عنده عقبات فهي صدقته وأرسلت إلي الرسالة تسألوني ماذا تفعل بقى أنا هنا استغربت جدا يعني قبل أن تسأل هذه الفتاة ماذا تفعل كيف صدقت أنه في رجل حقيقي بهذه المواصفات أنه في رجل حقيقي يراسلها كم مرة قلنا أنه هذا العالم عالم افتراضي بالآخر أنا ماذا يدريني أنه في شب بهذه المواصفات هل فعلا هو شاب لعله يكون بنت في برنامج أنا لا أتابع الحقيقة لكن واحدة قالت لي عنه أنه كان لا صح لازم أقول اسم القناة لكي لا أجعل له دعاي المهم كان هذا هو طبعا هو أجنبي ومترجم فكانت هذه فكرته أنه البرنامج يجمع الصبايا والشباب الذين كانوا يتراسلون على الفيسبوك وعلى مراكز وسائل التواصل لا أدري كيف يأتون بهم لكن كان الغرض من هذا البرنامج وهو أجنبي أن يوضح للشاب والفتاة أنه أنت معا من تتكلمين بعض المرات طلعت البنت تكلم بنتا وهي تظنها شابا في ناس يا أيها المشاهدون ناس فاضين أشغال ناس ما عندهم أي عمل يعمل وناس في عندهم حبل الشر ناس بيحبوا هيك يتسلوا بيحبوا يلعبوا بمعواطف ومشاعر آخرين فبيتصرفوا بهذه الطريقة بيجي يوهم البنت بأنه هو شاب أو أنه هو يريد يمكن يكون شاب عن جد بس يمكن يكون عمره 15 سنة يعني لا يناسب فتاة ناضجة تبحث عن الزواج عمره 20 أو فوق العشرين فإذا يجب بالأول أن نتحرى ونتأكد ما منراسل الناس من عالم وهمي يعني لو أرسل صورته هذا البرنامج اللي قالوا لي عنه أنا شاهدت منه حلقة واحدة فقط فكان من ضمنه أنه البنت أرسلت صورة فلما جاء الشاب ليقابلها وجدت فتاة بدينة جدا وزنة فوق المئة أرسلت له صورة بنت صبية هي صبية هي مالة كبيرة بالعمر لكن صورة بنت جميلة وهي ليست جميلة خاصة لأنه وزنة كبير فكان وجهها مترهل ويعني السمن جسمة أفقد وجهها الجمال فطبعا لم يرضى بها كان متلحف جدا لمقابلته فلما رآها شعر بصدمة كبيرة وابتعد عنها وطبعا هي شعرت بصدمة لأنها كانت تنتظر منه أن يسامحها وأن يتزوجها فلم يفعل فانظروا كمان جاءني على الواتس أكيد جاءكم صورة كاريكاتير كان جميلة الحقيقة للأسف أنا محيتها بعدين شعرت بي أني بحاجة إلى لهذه الحلقة فذهبت أبحث عنها لم أجيتها في أي مكان لكن الذي أذكره أن الصورة كانت مقسمة إلى أربعة أقسام فكان العنوان المكتوب عليها أنه هذه ياسمين الشام أنه تم التحري عن هذه الشخصيات فتبين أنه وحدة من هدول هي ياسمين الشام والأخرى هي الورد الجهوري والثالثة هي زهرة المدائن والرابعة ما بعرف إيش والصور واحدة لمرأة في الخمسين واحدة امرأة في الستين واحدة امرأة في السبعين واحدة امرأة في الثمانين طبعا تبدو عليها علامات الكبر والتجاعيد فانه انتبهوا أيها يعني انه ناس ينتبهوا لما يتواصلوا وما ينخدعوا بهذه الأسماء الجميلة فهذه هي الحقيقة نتوقف قليلا ونعود إلى الرسائل فإذا ليست كل شخصية ترسل على هذا العالم هي شخصية حقيقية يعني حتى لو رجل وقال اسمه أحمد يمكن يكون اسمه حسين لو كال عمره عشرين يمكن يكون عمره خمسين فإذا بالآخر لا نصدق وهو أصلا سمي العالم الوهمي والعالم الافتراضي فأنا أقول بقى للفتاة التي تعلقت بهذا الشاب هي الفتاة الرومانسية الله يرضى عليك أنت أحببتي وهما وأنا لا أصدق أن هذا الشاب حقيقي وموجود رغم أنه هي أكدت في رسالتها هذه أن لم تحدث بيني وبينها مراسلات ولكنها أكدت أن هذا الشاب يحبها من كل قلبه وأنا برأيه لو كان يحبك حقيقة ما كان فعل هذا بك ولا لعب بعواطفك ومشاعرك بهذه الطريقة أما بالنسبة للأخرى كمان اللي أحبت بهذه الطريقة وطلع متزوج فأقول لها أنه الاستمرار مع هذا الزوج مستحيل يعني زوج يحرمها من أهلها ويضربها وضحك عليها وغشة ولم تجد به ما تأمل من الدين ومن الأقلاق فأنصحها أن تتركه هي كان سؤالة هل ترجع إلى أهلها فأنصحها نعم أن تترك وترجع إلى أهلها إذا كان بهذه المواصفات قبل أن تجرب منه فتصبح المشكلة مشكلات بس أنا مهم حبيت من ذكر هاتين الرسالتين أن الزواج عن طريق هذه الوسائل والحب ليس صحيحا وأحيانا بيكون حرمان الأولاد من وسائل التواصل أجد من الوقوع بهذه المشكلات فيما بعد والتي أصبحت كبيرة جدا في عالمنا ولم تعد قليلة لحتى نقول والله أنه ممكن أنه نعطي أولادنا ونحن بكامل الأطمئنان لا يجب أن نخاف وأن نحسب الحسابات أيضا جاءتني رسالة عن فتاة سورية تقيم في بلد عربي وتمت خطبتها إلى الشاب من هذه البلد هي السؤالة أن هذا الشاب هو جار لهم ولهم في هذه البلد من أوائل الثورة فعرفوا هذا الشاب على حقيقته وعرفوا أهله طبعا بيقولوا من أعلم شي فيك ربك وجارك فبعد ما تمت الخطبة وكتب الكتاب هذا الشاب تطاول على والد الفتاة وقال له كلاما ليس لائقا فالبنت تضايقت وحمية لوالدها طلبت فسخ هذا الزواج وهذا العقد وجاء بعدها الشاب لما طلبت منه الفسخ فاعتذر وأبدى كل الخير وكل عواطف وأبدى كل ندم فتسأل هل توقف هذا الزواج أم لا توقفه هذا هو سؤالة تقول أنه لما كمان في إضافة على رسالتها أنه لما وجدت منه هذا السلوك وهذا الخطأ مع والدة تحرت عن هذا الشاب وسألت عنه فقالوا لها أنه هو شاب رائع ويتحلى بالخلق القويم وكل من سألتهم عنه مدحوه وأثنوا عليه فهنا أنا طبعا سيكون جوابي أنه جل من لا يخطئ يمكن يكون هذا شيء عابر فأنا أرى أنه أن تتجاوز عنه وخاصة إذا جاء نادما ومعتذرا ومعترفا بالخطأ ولكن هنا أنا أقف مرة أخرى وقد وقفت من قبل عند قضية الجنسية الأخرى أنا لا أرى المشكلة بأنه أخطأ واعتذر هذا شيء عادي ممكن أي أحد يقع به ولكن تنتبه من هذه القضية قضية الاختلاف في العادات والتقاليد الاختلاف في طريقة الحياة فإذا تأكدت أنها لن تؤثر عليها فخلي إن شاء الله الله يتمم هذا الزواج بالبركة والله يسعد هذان الزوجان يسعد هذين الزوجين عفوا فهذه القضية فنعود بقى خلاص هذا السؤال انتهى هذا هو جوابي عليه نأخذ سؤال آخر امرأة تسأل عن بنتها تقول كمان إنه موجودة في الغربة بسبب الظروف بنت عمرها عشر سنوات تقول إنه تخاف عليها كثيرا بسبب وجودها في البلد الغريب وبسبب الظروف المحيطة فتسأل ما أهم المبادئ التي يجب أن تلقنها لبنتها لكي تحافظ عليها وطلبت مني إنه أرجوك لا تهمي لي رسالتي أنا إن شاء الله أحاول أن لا أهمي أي رسالة عفوا ولكن كثرت عندي الرسائل فممكن أن يتأخر بعضها قليلا فتسأل عن أهم المبادئ هاي السؤال الأول التي تلقنها لبنتها طبعا أو في سؤال تاني إنه كيف تكسب ثقة هذه البنت وتبقى هي الصديقة الأولى الصديقة الصدوقة الأولى لهذه البنت سؤال الأول عن أهم المبادئ أقول لها أنه ما هي أهم المبادئ أهم المبادئ أنا أقوذها من الدين ومن القيام وأنا قصصت قبل الآن حلقة كاملة عن القيام فأهم القيام هي الصدق والعدل والرحمة لا أريد أن أثقل على هذه الأم كثيرا لأنه كثرة الكلام يذهب يصير الإنسان بينسى كلما كترنا كلام ينسى الإنسان ما صبق وقد قيل منه فأنا بإلا بس خليك على هذه القيم الثلاثة العدل والصدق والرحمة اهتمي بها وازرعيها عند بنتك وهذه تكفي جدا ولكن خلال ذلك يجب أن تعرف البنت أنه لما تخرج إلى المجتمع لن تجد هذه القيم فتكون حذرة يعني هي تكون صادقة لكن لا تتوقع أن كل الناس سيكونون كذلك هي تكون عادلة لكن لا تتوقع أن الحياة سوف تعطيها العدل لكن تكون بهذه الطريقة مع المقربين منها ومع الناس الذين تحبهم وتكون حذرة مع الناس الغرباء لأنها لن تجد عندهم هذه القيم فنقشى بسبب هذا أن تغبن أو يؤخذ حقها وهي تتعامل بطيبة وبقلب كبير الأمر الآخر بقى بالنسبة للأم الصديقة أنا برأي الأم لا تكون صديقة كالصديقة العادية يعني لا يمكن أن تغطي هذا الفراغ تماما عند بنتها لكن يجب أن تكون هي رقم واحد في حياة البنت يعني لما يكونوا معا في بيت واحد من غير المعقول أن البنت تمسك التليفون وتتجه إلى الصديقة إذا عندها مشكلة يجب أن تكون الأم دائما على الطلاع وعلى دراية بما يحدث مع البنت فهي اللي أنا بعتبره صداقة يعني أن تكون الأم هي أقرب إنسان إلى قلب هذه البنت وتكون مطلعة على ما يجري في عالمها فتكون الثقة كبيرة كما للبنت لما يحدث معها أي شيء ما تتحرج من هذه الأم يعني تأتي بكل بساطة وتقول ما تشعر أن الموضوع مثلا خاص أو محرج للأم هذه هي الصداقة الحقيقية فأنت يكون قريبة من بنتك كل ما دائما نسأليها ماذا حدث معك كل ما قاتلك عن موضوع قالت لك يخذيه بطيبة وبصدر رحب ولا تلوميها ولو بدك تلوميها ابدأي أول بالسنة أو ابدأي أول بمقدمة ثم بعد ذلك تعترضين وتقولي عن الأشياء الخاطئة فبذلك تثق بك البنت وتكوني أنت أقرب الناس إليها وهذه هي الصداقة المطلوبة بين الأم والبنات عندي مشكلة أخرى كمان تشبه المشكلات الماضية وهذه المشكلة أصبحت سائدة جدا بسبب ما قلناه من طلاقي الشباب والفتيات في الجامعات أو مع هذه الثورة فهي القصة أنه الشاب يقرر يعني ينتقل من منحة المشاعر والعواطف إلى قرار الزواج أحيانا يأتي إلى أمه فيطلب منها أن تخطب له يعني بكل موضوع انتهى فإما أن يأتي ليطلب من أمه أن تخطب له هذه الفتاة أو أحيانا إذا كانت الأم في بلد بعيد فهو يتمم كل شيء ثم يدعو أمه إلى هذا الزواج فتكون صدمة كبيرة وتسبب مشكلات كبيرة فكيف نحل هذه المشكلة؟ لحقيقة مشكلة يعني أصبحت سائدة وتأتيني قصص عنها متنوعة ولكني وجد بما أنها مشكلة موحدة أنه ما أتكلم في التفصيلات ولكن أجمل القصص كلها وأتكلم عن حل واحد لأنه هي كلها بالآخر مشكلة واحدة وإن اختلفت تفصيلاتها فأحيانا الأم تساير هذا الشاب وتذهب إلى البيت المطلوب فتجد مفاجأة يعني لا يوجد أي تناسب بين العائلتين فترفض هذا الزواج طبعا الأبن بما أنه الموضوع عنده منتهي فيصمم أن يتممه وحده فتزيد المشكلات هلأ طبعا أول شيء أنا بدي يقوله أنه يا أيها الأم يا أيها الأب أين كنتما لما الأب وصل إلى هذه الدرجة العميقة من العلاقة مع هذه الفتاة يعني كيف لم تعلمها من قبل كيف لم تشعرها من قبل خاصة أنه أنا قلت أنه في بعض المشكلات كان الأهل في بلد والابن في بلد لكن أحيانا يكونا معا في نفس البلد فكيف لم يشعرها بهذه المشكلة نرجع من أول قضية الثقة 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 يجب أن توجد بين الأولاد وبين الأهل يعني لو في ثقة ما كان تحرج هذا الإبن من أن يقول لأمه أو لأبيه أنه أنا أشعر بإنجذاب نحو بنت معينة هلأ أكيد قلنا أنه الحب أعمى وممكن يكون من أول نظرة ولكن لا يصل إلى حد الزواج والرغبة بالارتباط إلا بعد كلام وسلام ومساجلات ومراسلات وجلسات فإذا الموضوع أخذ وقت حتى وصل إلى هنا فإذا كان الأهل لا يعلمون فهذا أمر مؤسف جدا ومحزن جدا ومن هنا المشكلة فأنا أنبه بالأهل اللي لسه لم يصلوا إلى هنا أن ينتبهوا لأولادهم قبل أن تقع هذه المشكلة ويصعب الحل طبعا كمان النصيحة اللي بعدها أكيد ما في أهل وإلا فعلوها محاولة إثناء الشاب عن هذا الزواج بشدة الوسائل طبعا لازم نحاول بالإقناع بالتنفير خاصة لما الأم تذهب آخر رسالة أنا وصلتني أول أمس تقول أنه الأم سايرت ورضيت وقالت لعله خيرا وقالت ربما أنه ابني يوفر علي الزواج أنه الخطبة لأنه الخطبة ليست سهلة فإذا هو اختار بنت مناسبة فيوفر علي أنه الوقت والجهد لكن لما ذهبت وجدت ما في مجال نهائيا يعني تقول لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الثقافية لم تجد أي تطابق بين العائلتين فكان صعب جدا إتمام هذا الزواج لما جاءت للبيت ابنها صمم لم يرضى برأي أمه مع أنه أمه ذهبت وأخذت معها أختها وأخذت معها بنتها يعني أخذت معها شاهدين وعفكرة بالنسبة للمجتمعات النسائية تعتبر المرأة شاهد كامل يعني ليست بنصف شهادة ومع ذلك الأبن لم يرضى بشهادة ثلاثة هامو اثنين من النساء فهي طبعا المحاولات ممكن الأم تاخده بقى هو يطلب لا أتخيلوا كمان هاي القصة اللي جاءتني آخر واحدة الشاب لم يرى الفتاة كلها من خلال المراسلات اقتنع بها وأحبها وكانت أمه هي أول من يرها قبله فلما جاءت تصفها فهو لم يقتنع وقال لها أنه أنا أريد هذه الفتاة لأني مقتنع بفكرة وليس شرطا أن تعجب بالشكل أنه هو غير مهتم بالشكل يريد أن يتزوج من عقل كبير فالنصيحة بقى اللي بعدها أن تذهبي معه مرة أخرى وتحاول بقى من خلال الرؤية المشتركة أن تنفري ابنك من هذا الزواج يعني في حضرته اسألي سؤال أنت تعرفي أنه بهم ابنك فلعله أنه يجي الجواب مخالف لما هو يريده لما ترجعوا إلى البيت حاولي إظهار الأشياء السلبية مدام ذهبتي قبل الآن أبرزي له بعض الصور وقولي له أنه لما نذهب معا حاول أنت أن تنتبه لهذه الأمور هل أنت متأكد من أنك تستطيع تحمل فيما بعد بعدها إذا هذا الشاب أصمم ما عاد فيه مجال أبدا لتغييره أو ثنيه أو 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 لا شك أنه الأم ستضطر للقبول أنا هذا الذي أنصحه لأنه كمان من ضمن الرسائل كان فيه دعاها إلى العرس ألا تفضلي فهي رفضت وتسألني هل تذهب أو لا تذهب لأنا إلا بهذه الحالة اذهبي لأنه من غير المعقول أن تتم المقاطعة بالآخر هذا ابنك هو لم يعني صنيعه ليس حراماً أو أو يعني يخالف في البر بالآخر هي حياته وهذه ستكون زوجته هو وهو المسؤول عن اختياره أنت نصحتي وجهتي بس ماذا تملكين أكثر من هذا فأنا أنصح بأن تذهبي إلى هذا العرس وتشاركي به وبالعكس اعتبري نفسك أنه كأنك شاركتي قفي أمام الباب واستقبلي الناس وابتسمي أمام أهل العروس طبعاً أنا ما بقولك بعرف أنه صعب عليك أن تظهري الموافقة والسعادة لكن على الأقل أظهري القبول وابتسمي حتى يظهر وكأنك راضية هي لأنه ستؤثر على العلاقة فيما بعد الذي يحدث أيام الزواج ويوم العرس لا يمكن أن ينسى أبداً فإذا بدوتي بهذا المظهر العدائي لن تنس لك البنت ولا حتى أهله هذا إلى آخر العمر فكوني راضية وابتسمي وتابعي هذا الزواج فإذا الابن انبسط وصور في هذا الزواج لن ينس لك وقوفك معه إذا ندمت سيكون موقفك إيجابي وإذا لم تحدث السعادة ولم توفر له هذه البنت ما ظنه منها فبهذه الحالة يعود إليك نادماً ويعلم أن أنت كنت له ناصحاً أميناً وبذلت جهدك وأتيت إلى العرس لكن الحق عليه فتبقى العلاقة بينك وبينه جيدة وتكون بالطريق السليم إن شاء الله فأنت ضروري أن تكسبي هذا الابن طبعاً هي نصيحة كمان للأب نصيحة للأخوة والأخوات فاستمروا وباركوا لأنه لا تملكون أكثر من هذا والزوجة بالآخر هي أقرب مخلوق إلى الإنسان فمعاداتها في ناس هيك بعادوا الزوجة وبتقبلوا ابنهم طب ما أبنكم هو اللي ذهب وهو اللي خطب وهو الذي جاء بها فالعداء يا بيكون له ولها يا أما بيكون القبول له ولها وأنا أنصح بالقبول كتير غلط إخراج الزوجة لأن الزوجة لها تأثير بالآخر على الابن فتقبلوا الاثنين معاً ونسأل الله أن يكون خيار الولد سليماً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة